شكراً للزملاء وأهلاً بكم في النشرة الرياضية خاسراً منتخب الوطني لكرة اليد فرصة التأهل المباشر لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بباريس 2024 وذلك بعد خسارته بالدور النهائي للتصفيات العسيوية أمام المنتخب الياباني بنتيجة 32 هدفاً مقابل 29 لصالح اليابان ورغم هذه الخسارة إلا أن حضوض المنتخب الوطني لا تزال قائمة في التأهل إلى الأولمبياد عبر الملحق العالمي المقرر إقامته في شهر مارس من العام المقبل حقق الرفاع فوزاً صعباً على الحال بهدفين مقابل هدف واحد ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم افتتح الحالة باب التسجيل عن طريق أشانتي في الدقيقة الثمانين ورد الرفاع سريعاً بهدف التعادل عن طريق قائده كوميل الأسود في الدقيقة الحادية والثمانين وبعدها بدقيقة سجل اللاعب عبد العزيز خالد الهدف الثاني ليمنح الرفاع الفوز في هذه المباراة ويرفع رصيده إلى عشرة نقاط فيما تجرع الحالة الخسارة الثالثة على التوالي وفي المواجهة الأخرى تمكن الشباب من الفوز على المحرق بثلاثة أهداف من لهدفين حيث نجح الشباب في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين عن طريق البرازي لروميا ومواطنه جاكو وفي الشوط الثاني أدرك المحرق التعادل سريعاً عبر التونسي فراس شواط وعبد الوهاب المالود قبل أن يعود البرازيلي روميو ليسجل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء ويهدي الشباب ثلاثة نقاط ثمينة نظم النادي الأهلي احتفالية لكافة الفرق العمرية بالألعاب الرياضية تحت رعاية السيد خالد إبراهيم كانو رئيس النادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والأطقم الفنية والإدارية وأولياء الأمور وخلال الحفل جرى تكريم جهاز كرة السلة كأفضل جهاز إداري في الموسم المنصرم نتيجة مجهوداتهم في تحقيق بطولة دور خالد بن حمد لجيل الذهب إلى جانب دور وكأس الناشئين كما تم تكريم كوكبة من لاعب الفئات العمرية المتميزين والذين بلغ عددهم أكثر من ستين لاعباً ويأتي هذا الحفل في إطار جهود النادي الأهلي للاهتمام بفرق القاعدة وتشجيعهم على العطاء والتميز باعتبارهم أبطال المستقبل أعضاء مجلس الإدارة بالنادي الأهلي وأشكر أيضاً صاحب الفكرة المميز مدير الناري التنفيذي السيد علاء الحلواتي على هذه المبادرة أو هذه الفكرة التي أعطاناً إياها طبعاً مثل ما قلت أكثر من 350 أو 400 لاعب يتم تكريمهم ودعوتهم لأننا نجتمع مع بعض هذه بحثات تقوي أولاً الروابط بين اللاعبين اللي هو في جميع الفئات وجميع الألعاب ثانياً نحرص على الاهتمام بالنشأ الصغير لأنه يكون نواة للمستقبل لألعاب النادي الأهلي وإن شاء الله يشرفوننا في المحافل المستقبلية ويكونون امتداد لأبطالنا في النادي الأهلي اللي ما قصروا رجالنا اللي اعتزلوا ولا زالوا في ناس يلعبون وإن شاء الله هذا امتداد لهم بإذن الله في تحقيق البطولات هذه طويل العمر إن شاء الله بداية الغيث خطرة ونتمنى يعني من الجميع التكاتف مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أعضاء وجمهور بالذات وإحضار لاعب وأبنائهم إلى النادي وإحنا نتكفل بهم كأنها أبنائنا يعني ونتمنى دي تستمر على مدى السنين وبين كل فترة وفترة يجب يكون لهم لاعبين دلين حوافز لللاعبين الأصغار دلين اللاعب يحتاج بس مجرد أنه تدعمه شوي وتحط بالك عليه وبينتج فيعني اليوم ما قصر رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على دي المبادرة وكانت جيدة ونتمنى لهم التوفيق وإلى النادي التوفيق وأنا أشوف في الجيل اللي جاي واللي حضر بالنسبة لكرة اليد أقول لك باقي الألعاب يعني شفت فيهم ونحضر لهم لصغار بعض المبارئات ولكن في اليد فيه لاعبين جايين سوبر لاعبين على مستوى عال عال جدا أتمنى أن نحن نحط بالنا عليهم